السلام عليكم أعزائي المتابعين بهذا الشكل اتم عمليات الحفر في مشروع النفق المغمور تحت قناة خور الزبير أحد مشاريع منها الفاب الكبير بعد أن يتم شق قناة خور الزبير بأرض 40 تقريبا بطول 1200 يتم وضع القطع العشرة اللي يكملتهم الشركة العامة لموانا العراق بعد أن تغمرهم بالمياه ويتم تعويم القطع مثل ما ظاهر بالصورة قطعة بعد قطعة إلى قناة خور الزبير من حوض التصنيع اللي ظاهر بالصورة على يسار الصورة إلى عمق القناة كل مكان قناة خور الزبير أو بالمسار مات النفاق اللي حفرتها الحفارة إلى قطعتها الخاصة به يعني قطعة عن قطعة تختلف بالمواصفات من حيث طبعا المواصفات الخارجية أقصد هنا يتم ربط هذه القطع مثل ما ظاهر بالصورة بهذه التقنية ويتم ملي أو ربطها من خلال الردع اللي راح يكون يربط بين القطع وهذه تقنية حديثة ومتطورة تستخدمها الشركة المختصة بهذا الشأن وهكذا بهذا الشكل يتم ربط كافة القطع بالشق تحت قناة خور الزبير بعد ذلك راح يخلون فوقها نوع من الرمال نوع من الحجر حتى تتمكن السفن اللي قادمة من ين مياه الأقليمة بتجاه ميناخور الزبير المرور بشكل كامل خطوة بعد تثبيت القطع يتم تأثيث هذا النفاق من الداخل الإشارات مرور التبريد التهوية الأمور تتعلق بكاميرات مراقبة فرح يبدو بهذا الشكل اللي يظهر هذا الفيديو لثري دي مثل ما جاي تلاحظون يكون ربط بين منطقة أمقصر باتجاه مدينة الفاو مثل ما ظاهر بالصورة ومن خلال هذا الربط ومرور النفاق تحت القناة راح تتمكن كل السفن من العبور بعدين هذا النفاق الآن هو طريق طبعا ممكن المرور به يرتبط بميناء الفاو الكبير وبعد ذلك يرتبط بكل المحافظات العراقية وصولا إلى تركيا مثل ما جاي تلاحظون يتمتع بسايدين كل سايدة ثلاث لاينات لكل سايد 15 أرض السايد الواحد ويعني مساحة كبيرة جدا ممكن كل شاحنات ثلاث شاحنات تمر بشكل سليم عبر بالأضافة إلى وجود ممر بالمنتصف ممر للطوارئ في النفق المغمور هذه التقنية لأول مرة تستخدم بالعراق وبالشرق الأوسط حسب كنام شركة تكنيكول الإيطالي ترجمة نانسي قنقر